هذه أبرز العناوين وادو يدافع عن المنتخب الجزائري بعد إقصائه المبكر من الكان عاجل المغرب يفقد لعب بارز قبل مواجهة منتخب مالاوي مطالب مغربية لقنوات بانسبورت باتخاذ موقف صارم في حق حفظ الدراج بعد تبوت سبه للمغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس وادو يدافع عن المنتخب الجزائري بعد إقصائه المبكر من الكان دفع الدولي والمغربية السابق عبد السلام وادو عن المنتخب الجزائري بعد إقصائه المبكر من كأس إفراق أهل الأمم الكاميرون 2021 وغرى دوادو في تويتر قائلا إنه قانون كرة القدم لقد تألقتم لمدة ثلاث سنوات في القارة التراجع للخلف مفيد للقفز بشكل أفضل والعودة أقوى لمواعيد نهائية هم تنتظركم وتابع مهما حدث ستبقون رجالا ومعلوم أن المنتخب الجزائري أقصي من كأس إفراقيا بعدما اكتف بتعادل أمام السيراليون بدون أهداف وخسارتين أمام غين الاستوائية بهدف دون رد وأمام السحيل العاج بتلات أهداف لواحد عاجل المغرب يفقد لعبا بارزا قبل مواجهة منتخب مالاوي اضطرت طاقم الطبي للمنتخب الوطني لكرة القدمة إلى أخضاع فيصل فجر للحجر الصحي بعدما ظهرت عليه إعراض فيروس كورونا وكشف مصدر مسؤول أن فيصل فجر يخضع حاليا لمناقبة طبية دقيقة ولفحوصات دورية لتأكد من إصابته بالفيروس التاجي من عدمها ووضح المصدر ذاته أن الطاقم الطبي طالب من فيصل فجر الالتزام بالحجر الصحي إلى حين التواصل بنتجة المسح الطبي التي خضع لها أمس الجمعة وغاب فيصل فجر عن حصة تدريبية التي خضها المنتخب الوطني لكرة القدم أمس الجمعة استعداد لمواجهة منتخب مالاوي يوم التلتاء المقبلة برسم تمول نهائي كأس إفريقية للأمام التي تستضيفها الكاميرون حتى السادس من فبراير القادم يشار إلى أن فيروس كورونا كان قد ضرب لعبين من المنتخب الوطني لكرة القدم ويتعلق الأمر بكل من أيمن برقوق وأيوب الكعبي والذي حرمهما من المشاركة في المباراة الأولى ضد غانا مطالب مغربية لقنوات بإنسبورت باتخاذ موقف صارم في حق حفظ الدراجي بعد تبوت سبه للمغاربة يطالب المغاربة قنوات بإنسبورت القطرية باتخاذ موقف صارم في حق المعلق الرياضي الجزائري حفظ الدراجي وجاءت هذه المطالب بعد تبوت صحة الرسالة الأخلاقية التي أرسلها البغليق المذكور لإحدى متابعاته المغربية في موقع تويتر وضمت الرسالة عبارة سبين وشتم للمغاربة بصفة عامة وللمرأة المغربية على وجه الخصوص ما أثر غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وجهوا انتقادات شديدة لهجة للدراجي وحول الدراجي أمس الجمعة إيجاد مبررات من خلال تكذبه إلى الصورة المنتشرة للرسالة متهما حسابا وهميا بالتحريف والتزوير ووصف المغرب مبررات الدراجي بالغبية وغير المقنعة لسيما بعد أن نشرت المعنية بالأمر مقطع فيديو يوثق لذلك ويؤكد توصولها بالرسالة من الحساب الرسمي للمعلق أشرف بن شرقي يلتقي محمد صلاح ويعلق سعيد بلقائك أخي عبر الدولي المغربي أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك المصري لكرة القدامة عن ساعدته بلقاء النجم المصري محمد صلاح لعب نادي لفيربول الإنجليزية وذلك على هامش إقامة المنتخب الوطني المغربي ونظرح المصري بنفس فندق الإقامة بالكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية ونشر بن شرقي صورته مع محمد صلاح على حسابه الشخصي على موقع التواصل للاجتماع إنستغرام معلقا عليها بالقول سعيد باللقائك أخي وذلك بعد أن حسم أصد الأطلس والفراعنة تأهلهم إلى الدور الثاني من نهائيات كأس إفريقيا وكما أشارت تقارير إعلامي مصري قبل أيام فإن بن شرقي قد توصل بمستحقاته المالي العالقة في دمة نادي الزمالك في انتظار هل ستساهم هذه الخطوة في تمديد مقامه مع الفارس الأبيض أم أن المهاجمة المغربية قد حسم في موقفه بالرحيل مع نهاية الموسم الكروي الحالي وأشارت جريدة اليوم السابع المصري إلى أن بن شرقي قد طلب الحصول على 1.800.000 دولار سنويا لإتمام انتقاله للأهلي خاصة أنه يحصل مع الزمانة حاليا على راتب تقدر قيمتها ب1.400.000 دولار في الوقت الذي توقف عرض الأهلي عند 1.300.000 دولار إلى جانب بعض الامتيازات الأخرى من حصة إعلانات كبيرة يحصل عليها بمجرد توقيع العقد يشار إلى أن أشرف بن شرقي يوجد حاليا مع المنتخب الوطني المغرب الأول بالكاميرون المشارك في نهائية كأس إفرقه للأمام وذلك بدءا وجهت له الدعوة لتعاود زميله بضربان المدافع الأهلي المصري الكوف يتراجع عن قراره ويبرمج مباريات التومون بملعب جابومة قررت اللجنة المنظمة لمسابقة كأس الأمم الأفريقية العدول عن قرارها السابق بإغلاق ملعب جابومة بمدينة الدولة بسبب تضرور عشبه وتوصلها بعدد من الشكايات من طرف منتخب الجزائر والسحيل العج حيث قررت اللجنة المنظمة للكانة إخضاعه لإصلاحة هامتهم وصيانة عشب الملعب حتى يكون جاهزا لاحتضان مباراة التومون النهائي بين مصر والساحل العج ثم مباراة الربع النهائي بين المنتصر من لقاء غامبيا وغينيا والمنتصر من لقاء الكاميران وجزر القمر وأترع عشب ملعب جابومة الكثير من الجدل بسبب الحالة السيئة التي ظهر عليها خلال احتضانه مباريات المجموعة الخامسة لدرجة أن المنتخب الجزائري يعتبرها سببا رئيسيا في إقصائه من البطولة الإفراقية غوارديولا يمنح محرز أسبوع راحة بعد إقصائه من كأس أمم إفراقية رفقة الجزائر قرر المدرب الإسباني بيب غوارديولا منح لاعبه الجزائري رياض محرز راحة تدوم لأسبوع قبل العودة للسئنة في التداريب مع فريقه مونشستر سيتي الإنجليزي ويأتي قرار غوارديولا بعد إقصاء محرز رفقة منتخب الجزائر من دور المجموعة لبطولة كأس الأمم الإفراقية الكاميرون 2021 وقال بيب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سو تامتون محرز لديه أسبوع راحة بعد عودته من كأس الأمم الإفراقية لقد حصل على الترخيص وسينضم إلى الفريق الأسبوع المقبل تجدر الإشارة إلى أن مونشستر سيتي حل اليوم السبت ضيفا على سو تامتون برسم الجولة التالية والعشر من الدور الإنجليزي الممتاز علما أن الفريق يتصدر ترتيب البريمالليغ برسيد 56 نقطة بفريق 11 نقطة عن مطارده لفيربول المنقص من مباراة واحدة ستويشكوف ينتقد ديمبيلي لم تفهم أبدا ما يعنيه اللعب لبرشلونا انتقد اللاعب السابق في صفوف برشلونا خريستو سويتشكوف انتقد موقف الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب أزمة تجديد عقده مؤكدا أن النجم الدولي لم يفهم مطلقا ما يعنيه اللعب للنادي الكتالونية وفي تصريحات تلفزيونية حتى المهاجم البلغاري السابق ديمبيلي على مغادرة برشلونا وعدم تلتخي درعي النادي بعد الآن وتابع لقد شاركتك أجنبي لمعرفة ما كان عليه برشلونا في زمن كوبالا وكاراسكو وكرانكل ولانكرا وباكو وصاليناس وإلا سانكو كنت أعرف القصة وأنت لم تفهم أبدا ما هي برشلونا سأخبرك عنها الآن واستطراد 20 مباراة كاملة في 4 سنوات ونصف في وقت كنت ستنظف حدائي 108 مباريات غيبت عنها بداع الإصابة فقد سجلت 18 هدفان و 16 مرات حاسمة وتحصل على 140 مليون إضافة إلى المتغيرات واتهم ديمبيلي بخداع الناس لجعلهم يعتقدون بأنه يعرف كيف يلعب كرة القدم في نفس المركز الذي برز فيه كل لعب في برشلونا